اشتركوا في القناة من الاتصالات ودائما من الاجهزة الخليوية واكسسواراتها وتحويل الرصيد والبيع والشراء ما يلكم الاختيار دنيا الاتصالات لأن السعر مضمول ومكفول والابضاع ذات جودي عالي مشاهدين نشوف الاجواء نشوف الناس نسألهم واكيد رح يربحوا معنا جواز مشاهدين دائما وابدا لما نقول دنيا الاتصالات يعني منقول عالم مميز من الاتصالات دنيا الاتصالات امكانية تفع الفواتير تحويل الرصيد واكسسوارات الايفونات والسامسونج وكل ايضا الاجهزة الخليوية والمهم جدا بيع وشراء الاجهزة الخليوية كل عامتون بخير تعرف عليكم انار من تور كريم اصلا من قليل منار انار و منار اهلا و سهلا في انار و منار و كلكم تتحدثون في اسمائكم عن الضوء اهلا و سهلا طيب رمضان معكم تمام الحمد لله اليوم برنام نجح تحت العيد دنيا الاتصالات لحسا عشاق التلفونات واكسسورات التلفونات الكفرات و شاشة الحماية و السماعات و هذا كل ياته له عالم واحد اسمه بس دنيا الاتصالات دنيا الاتصالات تعرفوا الموقع شارع باريس شارع باريس شارع باريس في مجمع ابو حسيب و الطابق الارضي كل التحيل القائمين الاخوة على دنيا الاتصالات حمزة لفاروق و لمجد كل ياتكم من حقيكم طيب نعطيكم هذا السؤال جاهزين يا رب تجاوبوا و ما هو الشيء الذي يوجد بالسنة و يوجد بالأسبوع و لكن لا يوجد في اليوم يوجد بالسنة و يوجد في الأسبوع لكن لا يوجد باليوم لا يوجد بالسنة يوجد بالأسبوع لا يوجد باليوم يا عم سيهلي انبيني طيب خلينا نقول لكم هل هو عدد الايام الاكثر هل هو معنوا مش بحاجة لخيارات هل هو وجود ايام اكثر هل هو وجود اناس اكثر هل هو حرف السي حرف السي هل هو حرف السي شو رأيك اه 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 اذا ما اتفقى بداعتم انت اه اه حرف السي حرف السي ايجابي صحيح حرف السي زخفونه بعمبي ايوا هيك اكيد منعطيك جائزتك مباشرة من دنيا الاتصالات اعطيني يا محمد دنيا الاتصالات خلينا نعطيهم جائزتهم مباشرة مشاهدينا دنيا الاتصالات عالم اكسسورات اكيد الاجهزة الكليوية والاتصالات واجهزة ايضا مكبرات الصوت واجهزة كثيرة تجدونها بشكل مميز داخل دنيا الاتصالات شارع باريس بجمع ابو حسيب الطبق الارضي كل عام متبقى الفيام انا خليك محمد المكان والشمس محمد مراقب النيح ورمضان معك تمام الحمد احب التلفونات والجزر وعالم احبنا واكيد لما منحب هذا الاشي بدنا نلاك المكان الصح اللي ما بيبيعنا تلفون بيبيعنا بسعر ميح بيبيعنا تلفون جودته عالي ولما بيبيعنا كمان اكسسورات بتكون اكسسورات مميزة بالشكل وبالجود صحيح؟ صحيح مالنا ليش دنيا الاتصالات وين موجود دنيا الاتصالات؟ شارع باريس شارع باريس اكيد بالطبق الارضي دائما اختاروه مشاهدين دنيا الاتصالات اللي بتعامل معه اكيد مش خسران مشاهدين اكيد بدينا نسأل سؤال لاخونا محمد اذا بيجاوب عليه صح رح تربح جائزتك جاهز يا محمد؟ جايز يلا شوف شو سؤالك يا محمد وان شاء الله بتجاوب عليه صح سؤالك بيقول يا سيد محمد كالتالي ما هو الشيء الذي اذا كان لديك واردت مشاركته مع احد وفعلت ذلك فلن يصبح لديك مرة اخرى؟ اذا ايش عندي؟ وبدأ اشاركه مع حدا واخبر حدا فيه ببطل الي الحالي يعني شو هو؟ السر 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 متأكد؟ السر متأكد؟ اه اجابته اللي نقلوا السر مين؟ انا انت بتحبوه شكلك؟ لا يا زمي عاد يزا لا جد بتحبوه لا لا يا زمي اذا في مشكلة بينكم لا والله ما بعرف والجائزة له اجابة صح اجابة صحيحة اكيد يا محمد السر شكرا اللي لك انا ممزح معكم اكيد دعطيك جائستك من دنيا الاتصالات تفضل هي جائستك والف مبارك الجائزة كل الاحترامي لك دنيا الاتصالات عالم مميز من الاتصالات والاجهزة الخليوية دنيا الاتصالات بقول لكم كل عام تبخير ما بده اطول كثير لانه في مجموعة شباب كل ياتهم بدهم يشاركوا في المسابقة وحقهم يشاركوا جميعا في المسابقة لكن انا اقترحت ان هذول الشباب راح اصل السؤال الجماعي اللي بيجاوب علي اول واحد بدون مساعدة مني وبدون مساعدة من اي حدا موجود راح يربح جائزة مباشرة طيب دنيا الاتصالات تعرفوه اه ايوان ما شاء الله خلص يجب ما اضحسين بالطابق الاول الطابق الارض طيب منيح يلا نروح للسؤال ونشوف شو راح يجاوبوا الشباب الحلوين سؤالنا بيكون للكم ما هي الشجرة التي تنمو من الجذور اي واحد ما شوفوا استخدام الانترنت مش راح اعطيه الجذور لا 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 لو جاوب صح نخلي نتسين لا تنمو من الجذور يعني مش بتزع شتلي وبتطلع من الجذور لا يعني اعطيكم اعطيكم مدخل خشبها منيح يلا روحوا البلوت 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 طبعا انت ساعدت اللي اثنين وهسا ساعدت حالك ساعدت اللي اثنين ساعدت اللي اثنين ساكبولي يا شباب وحاولنا نساعدكم يعني قدر الامكان انا بشكرك تعرف عليك متنى عمارنا نقفين انا متنى وشكرا لإيجابك واكيد من دنيا انت الصلاة راح نطيك جائستك وكل عاوة بخير وكل عاوة بخير عندما تبحثونا عن عالم مميز من الاكسيسورات والاجزة الخليوية ما إلكم إلا دنيا الاتصالات كل عاوة بخير انتوا بخير كيف الحال الحمد لله حرف عليك الله يسعدك عسيل بلعوم من الطيبة اهلا وسهلا باهلنا في طيبة بني الصعب كيف شايف اجواء رمضان في طول كرم حلو بتجنن اكيد طول كرم بتجنن وفيكم بتجنن اكثر واهلا وسهلا فيكم اليوم برنامجنا عبر شاشة تلفزيون السلام برنامج اهلا رمضان اكيد هذا البرنامج مميز برعاية دنيا الاتصالات دنيا الاتصالات هي موجود هون في مجمع ابو حسيب الطابق الارضي عالم مميز انت بتحب إليك بالتلفونات وهيك تجدد التلفونات ويكون التلفون تمام وكسسوراته تمام اكيد كل حال ده فينا بحب يكون تلفونه وتلفون مميز فبالتالي اختاروا دنيا الاتصالات لهذا الموضوع اهلا وسهلا فيك لا لا نسألك سؤال لا بجاوب عليه صح رح تاخده جائزي تمام يلا شوف شو السؤال بيقول ما هو الاختراع الذي اجراه الاخوان رايت واصبح اختراعا ناجحا الى يومنا هذا الاخوان رايت اخو اتنين اخترعوا اشي ولحد اليوم احنا بنستخدم وانت بتستخدمي وانا بستخدمو لا مش التلفون وحلو تفكيرك بس مش تلف ولا شو الخيارات يلا الخيارات ركزي معي منية هل هو الكرسي التلفزيون الطائرة التلفزيون متأكدة لا هي اتوقعت ركزي معي الكرسي التلفزيون الطائرة الطائرة هالمرة متأكدة تكدت يعني اه خلص عليها عليها طائرة ايجابة صنحة ورد احتيت معنا جائزة للدنيا الاتصالات وكيف مفضل هذه الجائزة شكرا 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 للك مشاهدنا دائما وابدا لنا الانتصالات العالم المميز من اكسسورات الاجهزة القليوية والاجهزة القليوية بيع والشراء بالاضافة الى تحويل رصيد وايضا دفع فواتير ووكلاء دائما لشركات جوال كل عاوة تبخير انت بخير كيف الحال الحمد الله تعرف عليك انا سوار من الطيبة انا سوار كيف امورك تمام حمد الله رمضان معك منيح كيف شايفي جو رمضان في طول كرم حلو كثير هلا يا ستة اهلا وسهلا فيكم شرفته وكل اهلنا من داخل الخط الاخضر نوجههم كنهم تحية وكل ما الاوسلا فيكم في طول كرم في ايام رمضان تعالوا اكيد شوفوا كيف طول كرم متعددة باستقبالكم ومن دنيا الاتصالات تحديدا نوجه لكم تحية كبيرة اهلا وسهلا فيك سوار سوار كافة ثقافتك منيحة منيحة بنعطيك سوال من دنيا الاتصالات دنيا الاتصالات طبعا مميز جدا اذا انت بتحبي تضبط تلفونك فيك عند دنيا للتصار طيب يلا يا سوار خلينا نعطيك السؤال السؤال بيقول كالتالي هلأ بتشوف الثعبان بتحضري مثلا في الأفلام اللي بتحكي عن الحيوانات الثعبان بيكون بزحف وبطلع لسانه برأيك ليش الثعبان بيكون بهاي العملية انه ليش بيخرج لسانه انه برغ ضلوا يخرج لسانه شو السبب ما بتعرفي طيب خيارات هل من اجل افتراس فريسته او من اجل مهاجمة الكائنات على الارض او من اجل ان يشتمي الهواء عشان يشتمي الهواء عشان يشتمي الهواء تأكدي الان هو الافتراس لما يتعصبن يعني اكيد لما يكون ماشي وبأمان الله شو بده يفترز اكيد يشتمي الهواء اجابة نهائية اجابة صحيحة تربحي معنا جائزتك كل عام وانت بخير فضل هذه الجائزة كل عام لهم نصل الختام حلقتنا المميزة من دنيا الاتصالات حقيقة كنا اليوم سعداء كثير 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 في هالحلقة شفنا الناس وسألناهم واخدوا جوائزهم واكيد مع دنيا الاتصالات خيالكم الصح وانتوا الصح لما تختاروا دنيا الاتصالات الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر